اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر لو شخص اتعرض للكهرباء اتكهرب مسك سلك عريان مثلا وتكهرب هتتعامل معاه ازاي لو جالك المستشفى وكمان ايه هي الاسعافات الاولية اللي ممكن تعملها مكان الحادث تعالوا نتكلم شوية عن الصعق الكهربائي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو لما شخص يمسك سلك عريان او يلمس مصدر كهرباء والشخص يتكهرب فالشخص ده بيدخل داخل الدائرة الكهربائية بمعنى ان الطيار الكهربائي بيمر من خلال جسد هذا الشخص على سبيل المثال لو شخص واقف على الارض ورجليه حافية مثلا ولمس سلك كهرباء عريان بايده فالكهرباء بتدخل من ايده وتمشي في جسمه وتنزل من عند رجله المخرج بتاعها بيكون في رجله يعني عندنا مدخل وعندنا مخرج عشان كده الحروق الناتجة عن الكهرباء بيبقى ليها مكانين غالبا واحد عند المدخل وواحد عند المخرج واحيانا دي حاجة بتفيدنا ان احنا نعرف ما صار الكهرباء في جسم الشخص ميشي فين بالزبط وعلى اساسه نعرف اثر على اي جهاز في الجسم مثلا لو واحد كان ساند على حيطة ولمس بايده التانية سلك عريان في كهرباء فالكهرباء هتدخل من الايد دي وتخرج من الايد دي فبالتالي هتمر في منطقة الصدر وبالتالي ممكن تأثر على القلب وعلى الرئة زي ما هنعرف بعد شوي لو الشخص اتكهرب بالطيار متردد الطيار المتردد زي اللي موجود عندنا في البيوت فممكن يحصل له حاجة اسمها تيتانيك ماسل كونتراكشنز يعني العضلات بتاعته تنقبط بشكل عنيف فممكن هو ماسك السلك العريان العضلات بتاعت ايده تفضل تنقبط بشكل عنيف ويفضل ماسك السلك مايسيبوش نتيجة المسل كونتراكشن ده كمان المسل كونتراكشنز ده ممكن يأثر على عضلات الصدر العضلات الخاصة بالتنفس والحجاب الحاجز ويعمل رسبيراتوري الرست او توقف للتنفس والعيان ممكن يموت كمان الشخص اللي بتعرض للكهربا ممكن يجيله اصابة من السقوط يعني هو تكهرب ووقع فممكن يجيله هتروما اصابة في الرأس او كثور في اي عظمة في جسمه نتيجة الوقوع او السقوط كمان العيان ممكن يصاب بحروق نتيجة الكهربا ممكن تعمل نار او حريق وممكن يجيله اصابات من الحروق برضو عدة اصابات مختلفة ممكن تيجي بسبب الكهربا وفي ملحوظة مهمة لازم نبقى عارفينها ان الحرق اللي موجود على الجلد ده لا يعبر بشكل دقيق عن الحالة الداخلية للانسجة والعضلات والاجهزة يعني ممكن يكون شخص عنده حرق جلدي بسيط لكن ضمار كبير في الانسجة وفي العضلات لان مقاومة الجلد بتختلف عن مقاومة العضلات بتختلف عن مقاومة الاعصاب كل نسيج له مقاومة خاصة للطيار الكهربائي فزي ما قلنا التأثير اللي على الجلد مش شرط يكون متناسق مع التأثير الداخلي اللي حصل كمان مرور الطيار الكهربائي بالجسم ممكن يرفع درجة حرارة الجسم ممكن يعدي في العظام مثلا يرفع درجة حرارة العظام او الانسجة الاخرى ويعمل massive tissue necrosis او موت الانسجة وضمرها بشكل عنيف الشخص اللي تعرض للكهرباء واحدة كهرباء هيجي لك بايه او بيشتكي من ايه او شكله ايه ممكن العيان يتعرض لفترة بسيطة فما يجرلوش حاجة كل اللي يحس بيه احساس غير السعيد اللي هو احساس الكهرباء واحد تاني ممكن يجي بحروق جلدية فقط لا غير زي مثلا الشخص ده قعد بركبه على الارض وركبة فيهم لمست مصدر كهرباء فحصل فيها حرق والركبة التانية كانت مكان الخروج الاوت لت فحصل فيها حرق يعني الطيار الكهربائي ميشي من رجبة وميشي للجسم ونزل للركبة التانية فحصل الحرقين دول في مكان دخول وخروج الطيار الكهربائي مثلا واحد مسك السلك بايده زي ما احنا شايفين كده فده مكان الدخول حصل فيه حرق مكان الدخول واحد واقف على الارض فرجليه لمس الارض فده مكان الخروج ممكن شخص تاني الطيار الكهربائي يأثر على اجهزة جسمه يعني مثلا ممكن يأثر على القلب ويعمل كاردياك الرست العيان قلبه يتوقف بسبب اللي هي الرجفان البطيني ممكن العيان يحصل له القلب يتوقف تماما كهربة القلب تتوقف ممكن يحصل شوية حاجات تانية كده او تغييرات في رسم القلب لكن اهم حاجة اللي هو الفي اف لازم نكون عارفينها ممكن الطيار الكهربائي ده يأثر على الشست على الصدر زي ما قلنا ممكن يعمل توقف في التنفس بسبب ان عضلات التنفس والحجاب الحاجز بتنقبط بشكل عنيف او ان مركز التنفس في المخ يكون اصيب واحد اتعرض لطيار كهربائي من الرأس يعني واحد واقف على الارض سلك كهربائي مثلا لمس راسه من فوق فالطيار الكهربائي دخل من راسه ونزل تحت الخروج عند رجلين فممكن يعمل اصابة في مركز التنفس اللي في المخ والعيان برضو يحصل له توقف في التنفس وممكن يموت فالاصابات اللي ممكن تيجي في المخ زي ما قلنا ممكن تأثر على التنفس ممكن تعمل او شلل في الجسم ممكن تعمل تشنجات ممكن تعمل فقدان مؤقت للذاكرة العيان يفوق يقول انا مش فاكر ايه اللي حصل كمان الطيار الكهربائي ده ممكن يعمل حاجة اسمها كومبارتمنت سندروم اللي هو زيادة الضغط بتاع العضلات في بعض العضلات بيبقى ليها غشاء موجودة في كومبارتمنت لو الضغط زاد جواها نتيجة التورم نتيجة اصابة العضلات دي نفسها فالضغط لما يزيد ممكن يقفل الاوعية الدموية المغزية لهذه العضلات وبالتالي ممكن يحصل فيها نيكروزيس والعضلات دي تموت ونتطر بعد كده ان احنا نعمل بتر او نقطع الجزء اللي فيه العضلات دي فالكومبارتمنت سندروم دي حالة طارقة لازم التدخل فيها بسرعة بواسطة طبيب الجراحة بيعمل حاجة اسمها في الشيوتومي اللي هو شق كده عشان يقلل الضغط داخل العضلات دي اشهر الاماكن اللي بيحصل فيها كومبارتمنت سندروم هي كمان ممكن الطفل يكون بيلعب ولاقى سلك كهربائي في الارض فبيمسكو يعضو فممكن الطفل ده يصاب بحروق في الفم والاسنان يحصل تشوه في الفك وكمان ممكن يأثر على نمو الاسنان لاحقا طبعا ده اذا الطفل ما ماتش من الكهرباء ممكن يحصل للشخص اكيوت كيدني انجري او اصابة او خلل في وظائف الكلا بسبب الدم اللي رايح للكلا بليل لان الدمار بتاع الانسجة والاديمة دي بتخلي السوائل والدم كله يبقى موجود في الانسجة دي مش في الدورة الدموية كمان ممكن بسبب المايو جلوبينوريا او الربدوميوليسيز الربدوميوليسيز معناه ان العضلات حصل فيها دمار فطلع منها حاجة اسمها مايو جلوبين المايو جلوبين ده لما بيروح الكلا بيأثر عليها وعلى وظائفها وممكن يعمل فشل كلاوي ممكن يحصل للعيان حاجة اسمها ممكن تلاقي بقبق العين زي ما بيقولوا كده بيبقى متسع وسابت ممكن يحصل في بعض الناس وعشان كده بنقول للناس اللي بتعمل اللي هو انعاش قلبي رئوي ما تاخدش دي ان دي علامة انك توقف لا ملناش دعوة بيها لان ممكن العيان زي ما قلنا يكون اعمى مثلا او يكون عنده زي في الحالة دي العيان ممكن يجي باي كسر في اي عظمة من جسمه زي ما قلنا نتيجة السقوط او هت روما اصابة في الرأس او اي عضو في جسمه ممكن يصاب كمان العيان طبعا ممكن يجي ميت بسبب زي ما قلنا الاسيستول او ال VF اصابة القلب او وقف التنفس بالنسبة للفحوصات اللي العيان ده بيحتاجها في المستشفى فلازم طبعا صورة دم كاملة الكترولايت سوديوم بتاسم كلورايد سيرم كرياتينين ويوريا اللي هي وظائف كلا ALT وAST اللي هي انزيمات كبد لازم نقص له جلوكوز طبعا مستوى السكر في الدم واذا كان فيه هايبو جليساميا ياخد جلوكوز لازم BT و BTT لازم نعمل للعيان ده ABG او غازات في الدم الشرياني اذا كان العيان شكين انه عنده اسيدوزيز او خامضية ممكن تحصل مع بعض المرضى اللي اصابتهم شديدة والحروق في جسمهم شديدة او المايجلوبونوريا اللي ممكن تأثر على وظائف الكلا زي ما قلنا او لو العيان عنده هايبوكس يا مستوى الاكسجين بتاعه قليل كمان نعمل العيان كرياتين كينيز اللي بيدينا مؤشر كده لدمار العضلات طبعا كمان لازم نعمل يورين اناليسيز تحليل بول عشان نشوف البي اتش بتاعته وعشان نشوف اذا كان فيه هيماتوريا في دم في البول ولا لا ولو فيه دم في البول يبقى لازم نعمل تحليل المايجلوبين وكمان ممكن نعمل سيروم مايجلوبين يعني نعمل تحليل المايجلوبين في الدم كمان كل المرضى لازم نعمل لهم رسم قلب ECG وبالنسبة للتصوير او الامدجينج فهيكون على حسب المنطقة اللي انت شاكك في الاصابة فيها يعني مثلا زي ما قلت لك الطيارة الكهربائي ميشي في الصدر او العيان بيشتكي من صدره عنده نهجان شورت نصف بريث عنده شست بين فهنعمل اشعة على الصدر طبعا بجانب انزيمات القلب وبجانب رسم القلب لو انت شايف ان العيان مغمى عليه مثلا او فاقد للوعي او عنده اصابة في رأسه او عنده فوكل نيرولوجيك ديفيسيت يعني عنده مثلا نص جسمه مشلول او مش بيتحرك حاجات تقول ان فيه اصابة في المخ يعني فاكيد هنعمله برين سيتي اشعة مقطعية على المخ وكمان نفس الحاجات دي لازم نصور العمود الفقري والفقرات العنقية عشان نشوف هل فيها اي اصابة ولا لا بعد كده التصوير بيكون على حسب المكان اللي انت شاكك فيه لو شاكك ان رجليه مكسورة اعمله اشعة على رجله ايده مكسورة اعمله اشعة على ايده لو شاكك فيه اي عضو داخلي ممكن تعمل صنار او اشعة تلفزيونية وهكذا اي جزء انت شاكك في اصابته اعمل الفحوصات والاشعات والتحاليل اللي تبين لك وظيفته نيجي نتكلم عن العلاج بقى وخلينا في الاول في الاسعافات الاولية انت شفت شخص متكهرب تعمل ايه اول قاعدة لازم تعرفها سواء كند الدكتور او واحد عادي هينقذ انسان تاني القاعدة المهمة والاساسية يعني لازم يكون امانك الشخصي رقم واحد وامان الحقل او المجال اللي حوالين المصاب لازم يكون امان يعني مثلا نفرض ان في بركة مية في وسطها عمود نور العمود مكهرب والمية متكهربة وفيها شخص متكهرب في وسط المية ما تنزلش انت وتجيبه وتقول انا هشده ولسه الكهربة موجودة في العمود مش هينفع لازم الاول تتأكد من قطع الكهرباء وبعد كده نبقى ننقذ هذا الشخص عيان في وسط اسلاك كتير واسلاك عريانة والوضع كله مكهرب ما تقولش انا هدخل اجيبه لازم يرسفتي فرست امانك اولا لكن في بعض الاحيان لو انت لقيت مثلا ان واحد بس واقع على الارض وفيه سلك واحد بس لامس ايده فانت تقدر تجيب عصايا خشبية طويلة وتكون غير مبتلة مش مبلولة وتشيل السلك بالعصايا من غير ما تلمسه وبعد كده تجيب العيان وتبدأ تتعامل معها او عصايا بلاستيكية المهم تكون غير مبللة وما ينفعش اي حاجة معدن طبعا وما ينفعش تشد الشخص المصاب لانك هتتكهرب انت كمان لو اتأكدت ان الكهرباء تقطعت والمجال بقى امان وجبنا الشخص ده على جنب فاول حاجة تعملها تشوفه هل بيتنفس ولا لا وتفتح له مجرى التنفس بتاعه زي ما بيقوله لو بالع لسانه مغمى عليه وبالع لسانه ممكن تعمله هيت تلتة شين ليفت الحركة المشهورة دلوقتي تعمل راسه الورا وترفع دقنه لفوق عشان تفتح مجرى الهواء لكن لو انت شاكك ان عنده اصابة في العمود الفقري عند رقابته ما ينفعش تعمل راسه الورا في الحالة دي بتعمل حاجة اسمها جو ثراست يعني بتيجي عند المفصل بتاع الفك وترفعه لفوق بتحاول تفتح مجرى الهواء بالطريقة دي لو قدرت بيها تفتح مجرى الهواء فده كويس لو الموضوع صعب والعيان لسه مش عارف يتنفس في الحالة دي اعمل له لان فتح مجرى الهواء دي اولوية قصوى تاني حاجة بتعملها بتشوف العيان عنده نبض ولا لا العيان لو مش بيتنفس ومفيش نبض فلازم تبدأ معه انعاش قلبي رئوي فورا وانا بقول الكلام ده سواء انت دكتور او شخص عادي شايف واحد تكهرب ووقع او حتى اي واحد قلبه توقف فجأة في الشارع لازم تبدأ انعاش قلبي رئوي فورا عشان كده في المصانع والشركات بيعلموا الناس ازاي يعملوا انعاش قلبي رئوي اساسي المتقدم الدكتورة اللي بيعرفوه لكن الاساسي المفروض كل الناس تعرفه عشان كده ان شاء الله هعمل فيديو عن الانعاش القلبي الرئوي الاساسي قريب ان شاء الله فالمهم لو انت عندك فكرة هتبدأ انعاش قلبي رئوي لحد ما الاسعاف ييجي ويبدأ يتعامل معي لان بساطة الشخص لو مثلا لمس كهربا فحصل له رفرفة او رجفان بطيني في القلب والعيان وقع وحصل له الرست يعني القلب توقف مفيش نبض لو احنا استنينا الاسعاف لحد ما ييجي ولو الاسعاف اتأخر بس عايز اقول لك خمس دقايق او عشر دقايق بيكون الموضوع صعب جدا والشخص ده صعب يرجع مرة تانية اما لو ابتدينا معاه سي بي آر فورا وواحد طلب الاسعاف بيبقى ليه فرصة ان شاء الله في النجاة فالعيان لو عنده توقف في القلب هتعمله انعاش قلبي رئوي لو العيان بيتنفس وفيه نبض فانت هتنقله على المستشفى فورا اما لو انت دكتور قاعد في المستشفى بقى وجاء لك عيان يقول لك الحق العيان ده بالكهرب فزيه زي اي عيان طوارق واي عيان ترومة تقريبا اي حادسة بنعمل فيها ايه اول حاجة ABC Airway برضو نفس الكلام تشوف Airway بتاعه مفتوح ولا لا محتاج تحمي Airway بتاعه تركب له Airway مثلا او تركب له Endotracheal Tube B Breathing تشوفه بيتنفس ولا لا C Circulation تشوف النبض الاول فيه نبض ولا لا العيان لو ما فيهوش نبض هتبدأ برضو CPR فورا تبدأ انعاش قلبي رقوي متقدم لان انت دكتور بتبقى عارف المفروض الACLS او الانعاش القلبي الرقوي المتقدم وفيه حلقة انا عاملها عن الانعاش القلبي الرقوي المتقدم حلقة قديمة شوية لكن تفيدك ان شاء الله شوفها في الرابط تحت طيب العيان مش الرست العيان بيتنفس وفيه نبض يبقى شوف بتاعته البراد بريشر وتمبريشر والرسبيراتوري ريت معدل التنفس وتركب له الـ IV line طبعا الكانيولا دي حاجة مهمة جدا في اي عيان طوارق تقريبا عايز اقولك اي عيان طوارق دخل عليك الاستئباد تركبه له كانيولا واحيانا نحتاج الى CV line central venus line يعني كانيولا مركزية او اسطرة مركزية في الحالات الشديدة لو العيان جاي بحروق شديدة العيان تقسل الاكسجين ولو كان الاكسجين قليل تحطه على اكسجين العيان تعمله ECG رسم قلب وده اجباري لكل المرضى كمان العيان ممكن يحتاج نحطه على cardiac monitoring يعني نحطه على المونيتور ونرائب ضربات قلبه ممكن لحد 48 ساعة في بعض الحالات بعض الحالات دي اللي هي ايه لو عيان كان قرست ورجع كان قلبه وقف ورجع لو عيان عنده chest pain اهلم في الصدر عنده shortness of breath يعني تنفس بتاعه فيه مشكلة مش عارف يتنفس كويس عنده هيبوكزية الاكسجين بتاعه قليل كمان ضروري انك ما تحركش العمود الفقري بتاع العيان لحين التأكد انه سليم ما فيهوش اصابة كمان العيان ده بيحتاج محليل طبعا لازم نديله بنيديله زي مثلا اشهرهم ringer lactate وممكن ندي محلول ملح 9 من 10 في المية والهدف بتاعنا من المحليل يعني هنديله محليل قد ايه او بمعدل قد ايه الهدف بتاعنا ان العيان يخرج بول كمية بول حوالي من نص لواحد مليليتر سنتي يعني لكل كيلو في الساعة يعني لو عيان وزنه 100 كيلو احنا عايزينه يخرج 100 سنتي بول في الساعة وفي بعض المعادلات بتساعدك كده عشان تعرف في الكمية تقريبا يعني اللي هنحتاجها حاجة اسمها باركلاند فورمولا اللي هي 4 في البيودي ويت وزن العيان كام في بودي سيرفس اريا افكتد يعني نسبة الحروق في الجلد عنده قد ايه يعني مثلا عيان هنقول 50 كيلو يبقى هنضرب 4 في 50 بـ 200 في نسبة الحروق في جسمه نسبة الحروق مثلا 10 في المية يبقى في 10 يبقى 200 في 10 بـ 2000 العيان ده هيحتاج تقريبا 2000 سنتيمحليل بندي نصهم في اول 8 ساعات والنص التاني على مدار 16 ساعة وخلي بالك ان في الحروق الكهربية بيكون فيه دمار داخلي ممكن يكون اكتر بكتير مما يبدو عليه ظاهريا عشان كده الناتج اللي بيطلع ده احيانا نضربه في 2 واحيانا نضربه في 3 مع الحروق الكهربائية بالذات يعني العيان اللي قلنا ده بدل ما نديله 2000 لا احنا نديله 4000 نديله 6000 سنتيم والمقياس الاول والاخير ليك هو اخراج البول المعدل اللي قلنا عليه وبالتالي انت هتحتاج تركب للعيان بتاعك اسطرة بولية الاسطرة هتفيدك عشان تعرف كمية البول اللي خرجها وبالتالي هتحكم على التشوبر فيوجن اعضاء الجسم بيوصلها دم كويس ولا لا وكمان هتشوف لون البول وتشوف هل فيه مايو جلبونوريا ولا لا العيان لو لون البول بتاعه غامق او دم تشك فورا في المايو جلبونوريا وتبدأ تعالج بانك تزود كمية المحليل ويبقى الهدف بتاعك في الوقت ده ان العيان يخرج بول بكمية من 2 ل 3 ملي لكل كيلو في الساعة يعني العيان اللي وزنه 100 بدل ما يخرج 100 ملي في الساعة لا يخرج 200 ل300 ملي في الساعة بالاضافة انت ممكن تدي للعيان ده وتديله كل الحاجات دي عشان بنحاول نمنع ان المايو جلبين يأثر على الكلا سلبا ويعمل فشل كلاوين لان لو الشخص عنده اصابة كبيرة وعنده حروق كتيرة فاحنا بنشك في الاسيدوزيز اللي هي حامضية الدم وفي المايو جلبونوريا وطبعا العيان هتعمله ABG اللي هي غازات في الدم الشرياني اللي هيبين لك مدى الحامضية لكن عموما انت بتبدأ تدي للعيان بتاعك في الوقت ده بجرعة من 1 ل2 ملي الكل كيلو كجرعة بدائية كده وبعد كده بتقيم وتعيد تاني على حسب ABG وعلى حسب العيان بتاعك وكمان ممكن تديله بجرعة 1 جرام لكل كيلو البيكارب بيعالك الاسيدوزيز الحامضية اللي موجودة وكمان بيعمل او قلوية للبول وده بيخلي المايو جلوبين حاجة تقدر تدوب يدوب المايو جلوبين وبالتالي لا يؤثر على الكلة ويتقدر الكلة تتخلص منه وطبعا العيان اصلا لو كان عنده البي اتش بتاعته اقل من 7 و 2 من 10 فده غالبا هيتحجز فيه عناية مركزة ودكتور العيان المركزة هو اللي هيتابع الحاجات دي بعد كده العيان بتاعك ممكن يحتاج تيتانوس لقاح تيتانوس على حسب حالته حالة الجرح وحالته هو التطعمية واخد لقاح تيتانوس ولا لا في حلقة عن التيتانوس برضو تقدر تشوفها كمان ممكن تبدأ معا مضادات حيوية لو الجروح حالتها مش كويسة عشان العدوى البكتيرية الثانوية وما تنساش طبعا لو انت شاكك في كومبارتمنت سندروم يعني لقيت مثلا رجلي بتوجعه الساق او فيها بدأت ورم او بتوجعه مع الحركة السلبية بس يعني انت بس بتعمله رجله كده وكده بتوجعه او بدء النبض يضعف اي مشكلة تستشير دكتور الجراحة فورا عشان لطرق معينة بيقس بيها الكمبارتمنت بريشر الضغط ده ويشوف هل محتاج يعمل فاشيوتيم يحالا ولا لأ طبعا كل اللي انا قلته ده يخصك انت كطبيب طوارق يعني زيه تقريبا زي عيانين الطوارق كلهم ABC والأكسجين والجلوكوز ورسم القلب والايفي لاين وان احنا نبدأ في لويدز وان احنا نبدأ نعالج الاسيدوزيز والميجلوبنوريا فالحاجات دي شغل الطوارق بتاعك لكن العيان بتاعك المفروض انه يتحول او يروح وحدة الحروق اللي فيها دكاترة متخصصين في الحروق يبدأوا يقيموا الوضع الفعلي للحروق والضمار الداخلي للعضلات والانسجة ويتعاملوا معاها ويشوف هل محتاجين بلازمة هل محتاجين دم الغيار وطريقة التعامل مع الجروح كمان اطباء الجراحة لو فيه اي مشكلة جراحية بيتدخلوا دكاترة العظام لو فيه اي كسر او حاجة برضو بيتدخلوا وهكذا لكن انا اتكلمت على دورك انت في الطوارق تعمل ايه وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم